طبعاً كلنا بنتابع تطورات الكبيرة اللي بتحصل في قطاع غزة خصوصاً مع استمرار الأعمال العسكرية لقوات الاحتلال في رفح الفلسطينية وارتكاب مجازر في حق المدنيين بما تنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية خلنا نرف تفاصيل أكتر عن تطورات الأوضاع في فلسطين والدور المصري للتوصل إلى هدنة شاملة بنرحب في فقرتنا النهاردة بالأستاذ أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية اللي بنوارنا صباحاً خير عليك أستاذ زحم صباحاً نور زحمك أستاذ محمد يا أهلاً بحضرتك يا فندم في البداية زحمك بتتابع تطورات الأحداث في قطاع غزة خلينا نأخذ على المؤشرات آخر أسبوع القاهرة عاصمة القرار القاهرة الدولة الفاعلة والشريك الاستراتيجي لكل دول العالم الرغبة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط الوطن العربي محاط بالعديد من التهديدات الحققية في هذه اللحظة وتبقى القاهرة وشركائها الإقليميين الرغبين بجدية في تحقيق السلام هم الأمل في التوصل إلى التسوية السلمية نأمل أن تكون نهاية لما نشاهده من مجازر بحق أهلنا في فلسطين وبحق الحقوق المشروعة للقضية الفلسطينية طيب خلينا نروح سريعاً كده لزمالنا محمود جميل مرسلنا في العريشة محمود صباح الخير صباح الخير عليك يا شازلي وصباح الخير على ضيفك الكريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان يعني بالتأكيد بنتابع معاكم الصورة هنا من العريش ومن أمام معبر رفح البري في طبعاً ظل التصعيد المستمر على الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني والاشتباكات اللي مستمرة وطبعاً الانفجارات اللي مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لكن خلينا أؤكد لك في البداية على أن معبر رفح من الجانب المصري مازال مفتوح بوابة مفتوحة من وقت ما حصلت الاشتباكات إحنا دلوقتي بنتكلم في اليوم التالت على التوالي لغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني بسبب طبعاً وجود قوات الاحتلال هناك والسيطرة والاشتباكات اللي موجودة هناك لكن عندنا من الجانب المصري المعبر مفتوح كل الأطقم العاملة اللي موجودة بتعمل على أكمل وجه كل واحد موجود في مكتبه سواء بنتكلم على الجمارك أو الجوازات أو صالة الصفر كل الناس موجودة تحسباً بالطبع لأي ظروف ممكن تطرق ويتغير الوضع ويكون في حركة للأفراد أو في استقبال الجرحة والمصابين أو حتى دخول المساعدات وفيما يتعلق كمان بدخول المساعدات احنا المساعدات عندنا جهزة لكن هو الفكرة أن منفذ كرم أبو سالم مقفول لظروف أمنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنفذ رفح من الجانب الفلسطيني مغلط لم يتم تماماً فتح معبر كرم أبو سالم لأن مبارح كان فيه أخبار بتتردد من جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم فتح منفذ كرم أبو سالم ودخول بعض الشاحنات الوقود للأنروة الأنروة نفت الكلام ده تماماً وإحنا عندنا هنا مفيش مساعدات التجهة لمنفذ كرم أبو سالم وده طبعاً بديهي لأن مفيش آلية تضمن أمان الشاحنات ووصولها بأمان لأنه فيه اشتباكات في الناحية الشرقية لأن الاشتباكات في مدينة رفح الفلسطينية من الناحية الغربية حيث المناطق السكنية والناحية الشرقية هي القريبة من منفذ كرم أبو سالم طبعاً ده بيتم الصراع اللي موجود في ظل الجهود المصرية اللي بتتم لوقف الصراع ووقف حدة الصراع وده طبعاً اللي مصر حذرت منه منذ البداية أن حدة الصراع هيتم توسحها في المنطقة فبالتالي مصر لازالت من خلال المفاوضات اللي موجودة وأن الأمان كلها معلقة على مصر للوصول للاتفاة لأنك طبعاً عارف مصر بحكم المكانة وقوة وعلاقة مصر التاريخية بالقضية الفلسطينية وكمان سعي مصر دايماً للاستقرار في المنطقة فطبقاً للمصادر المصرية رفيعة المستوى اللي أكدت على أن الجهود المصرية الحاسيسة مستمرة للحفاظ على المصاري التفاوضي وكمان المفاوضات كانت مستمرة بالأمس في القاهرة بطبعاً كل الوفود الولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس وقطر وكمان الوفد الأمني المصري أكد لكل الأطراف المشاركة خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمصاري التفاوضي وتم التأكيد على أنه يعني فيه توافق ومع بعض النقاط الخلافية لكن مزالت الجهود المصرية مستمرة لوقف التصعيد هناك طبعاً كل الاشتماكات احنا بنسمعها بالقرب من معبر رفح وبنسمع كل الانفجارات اللي بتتم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيستخدم كل الأسلحة الممكنة سواء الزوارق البحرية أو حتى المدفعية أو حتى الأسلحة الآلية والانفجارات المستمرة طبعاً والغارات الجوية فبالتالي امبارح كان فيه ضرب جديد جداً والضرب كمان في وقت متأخر بالليل بيكون موجود على الناحية الجربية وامبارح تم استهداف عدد من الأحياء السكنية وتحديداً كان أخيرها حي تل السلطان وتم سقوط عدد من الجرحة والمصابين وامبارح كمان تم استهداف مستشفى أبو يوسف النجار ودي يعتبر هي المستشفى الوحيدة اللي موجودة في مدينة رفح الفلسطينية تم تدمرها وللأسف دلوقتي مفيش غير مستشفى الكويتي جنوب قطاع غزة وفيها عدد كبير من المصابين والجرحة طبعاً فيه إدانات كبيرة جداً للهجوم الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية مبارح وكالة الأونور وجددت دعوتها للأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الوصول لوقف إطلاق النار ويكون فيه هدنة داخل قطاع غزة وحذرت كمان من وجود كرسة إنسانية داخل شمال غزة لأنه طبعاً المساعدات ما كانتش بتوصل لشمال غزة لأنه كان بيكون فيه استهداف للشاحنات ومع ذلك مصر استطاعت في الفترة الماضية أنها تدخل عدد من الشاحنات لشمال قطاع غزة بالإضافة إلى أن مصر دخلت كمان أكتر من خمس تلاف شاحنة في الفترة اللي فاتت أو خلال شهر أبريل فقط في قطاع غزة ده بالإضافة كمان أن الخارجية الروسية حذرت من أي عملية عسكرية موجودة في رفح وندها يصعد من الصراع وكمان سيخلف كارثة إنسانية أطباء بلا حدود كمان حذروا من تفاقم الوضع الصحي بسبب الأوضاع داخل مدينة رفح الفلسطينية وإن ده طبعاً هيؤدي بكارثة وتؤثر على حياة أكتر من مليون ونصف مليون شخص داخل قطاع غزة فبالتالي فيه إدانات شديدة جداً إمبارح للأوضاع داخل قطاع غزة وخلينا أقولك أنه كمان غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني بيأثر طبعاً على المصابين والجرحة اللي موجودين في قطاع غزة لأن السلطة الفلسطينية صرحت أو الصحة الفلسطينية صرحت أن فيه عدد من الجرحة والمصابين على قوائم السفر فطبعاً قوائم السفر أو الناس دول لسه حتى دلوقتي مفيش أي ممر يسمح ليهم بأنهم يعدوا وييجوا معبر رفح من الجانب المصري لتلقي العلاج ومصري مستعدة على يعني بكامل استعداداتها إحنا لسه الاستعدادات زي ما هي بل بالعكس بتزيد يعني شاحنات المساعدات بتزيد سواء وجودها هنا في مدينة العريش أو في مدينة الشيخ زويد أو حتى في معبر رفح كل الشاحنات مصطفى وموجودة بآلاف الأطنان من المساعدات الغزائية ومن المستلزمات الطبية وكمان إحنا مش بس المساعدات دي موجودة في مصر أو الجهود المصرية موجودة من الناحية المصرية إحنا طبعاً في مستشفى ميداني دخلت لجنوب قطاع خزة في خان يونس في منطقة المواصي والمستشفى الميداني دي مجهزة بالكامل عمدنا طبعاً بعد الخيام المصرية للنزحين اللي موجودة هناك فبالتالي في مجهود مصري كبير جداً لكن يتبقى على الجانب الإسرائيلي أنه زي ما قالت الخارجية الأردنية نتنياهو بدل من الوصول لهدنة ووقف إطلاق النار بيعرق الوصول للمساعدات لأن دلوقتي هو فيه وقف تام للمساعدات ما فيش مرور لأي مساعدات وما فيش مرور أو استقبال للجرحة والمصابين ولزالت طبعاً حدة الصراع موجودة على الجانب الآخر وبيتم قصف عدد من المناطق السكنية وخلينا أقول لك كمان أنه للأسف يعني داخل مدينة رفح الفلسطينية زي ما قلت لك ما فيش مستشفيات تقدر أن هي تعالج سقوط الجرحة والمصابين فطبعاً الكل بيعول والأمال كلها معلقة على المفاوضات المصرية وقوة المفاوض المصري في الوصول لوقف إطلاق النار من خلال المجهود اللي بيتم من كل الأطراف ويعني إحنا شايفين وبنتابع أنه إلى حد ما يعني فيه قبول وفيه يعني ردود فعل إيجابية فيما يتعلق بمسألة المفاوضات لكن خلينا نؤكد أن حتى هذه اللحظة الجانب الفلسطيني من معبر رفح مغلق تماماً منفس كرمة أبو سالم مغلق تماماً إحنا هنا المصريين مستعدين أو الأطقم والسلطات التنفيذية في مدينة العريش أو محافظة شمال سيناء وفي معبر رفح مستعدين استعداد كامل لدخول المساعدات في أي وقت ومستعدين كمان لاستقبال الجرحة والمصابين فالحقيقة مصر بتقوم بمجهود كبير جداً أنه مع كل هذا الصراع ومع كل هذا التوتر على الجانب الآخر مصر يعني مشي في مصار دعم الأشقاء الفلسطينيين اللي لم تنحني عنه بالمناسبة منذ بداية الأزمة يعني إحنا منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر ومصر بتدعم الأشقاء الفلسطينيين بكل المصارات سواء كانت مصارات إنسانية بتجهيز أكبر عدد من المساعدات وكمان القوافل والمجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني خلينا أقولك أن كمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لم يتوقف عن دعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز عدد كبير من القوافل الإنسانية كان آخرهم القافلة السابعة اللي دخلت بالفعل لقطاع غزة وكمان بتأتي مؤسسة حياة كريمة وهي إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسة حياة كريمة كمان يعني في دخول لها لأكبر عدد من القوافل بالإضافة إلى أنها كمان تطورت فيما يتعلق بالتعاون وتتعاون مع المؤسسات الدولية لدعم الجهود الإغاثية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين من الناحية الدولية فبالتالي مصر بكل مؤسساتها وكمان التضامن الشعبي خلينا أقولك أن فيه تضامن شعبي كبير جدا هنا فيما يتعلق بالجهود المصرية والإجراءات اللي بتتخذها القيادة السياسية يعني احنا كنا بنتكلم مع مواطنين من شمال سيناء وكمان مع المواطنين من فلسطين بيتكلموا على قد إيه أن مصر وقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين سواء باستقبالهم في المستشفيات هنا في شمال سيناء أو حتى في مدن القناة وكمان بتجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية فبالتالي فيه دعم كبير جدا وفيه دعم كمان أن فيه بعض المحافظات بدأت ترسل بعض الشاحنات المساعدات علشان تتوجه لقطاع غزة فكنا شايفين مثلا من أيام بعض الشاحنات من محافظة الدائهلية وكل الممثلين لها موجودين مبسوطين أن الشاحنات دي وصلت لمعبر رفح وهتدخل قطاع غزة فإذا مع شدة الصراع المستمر على الجانب الآخر من الناحية الفلسطينية لازالت مصر بتقوم بجهدها في المصار التفاوضي للوصول لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتكمل مصر المصار الإنساني باستقبال الجرحة والمصابين ودخول المساعدات الإنسانية المصطفى بألاف الشاحنات في مدينة العريش ومعبر رفح يعني دي الصورة بالنسبة لمعبر رفح وهنا في مدينة العريش وبرجع لك مرة تاني في الستوديو شازم شكرا جزيلا لك يا محمود على كل هذه التفاصيل ونقل الصورة من معبر رفح أستاذ أحمد زي ما حضرتك شفت وتبعت وأكيد طبعا كلنا نتكلم طول الوقت أن المعبر من الجانب المصري مفتوح لم يغلق يوم ما مستعدين بكافة أنواع المساعدات لكن ما يحدث من الجانب الآخر وسيطرة قوات الاحتلال على الجانب الآخر هو ما يعرق الدخول المساعدات أو حتى نقل الجرحة والمصابين إلى مصر وده يعتبر انتهاك واضح وصريح للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المدنين أثناء الحرب طيب اسمح لي في البداية أحيي زمننا الأستاذ محمود مجهود عظيم لخص الحكاية بجد إعلامي مصري يعبر عن السردية الوطنية المصرية هنا ده دور مهم جدا لازم المواطن المصري يلتفت ليه ما يتم تقديمه عبر القنوات الإخبارية المصرية هو الحقيقة ومن ثم عليكم متابعة القنوات الإخبارية المصرية فقط قاهرة الإخبارية، إكسرا نيوز، القناة الأولى المصرية، قناة النيل للأخبار السردية الوطنية المصرية هي الحقيقة وهي البعيدة عن الهوى وهي التي تبحث بالفعل عن تحقيق المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي العربي ما سرده زميلانا الأستاذ محمود من العريش بيلخص الانتهاكات الحقيقية من قبل دولة الاحتلال وجيش الاحتلال وحكومة الاحتلال لاتفاقية جينيف التي تعطي حقوقا للمدنيين في أوقات الحروب هذه الاتفاقية موقعة في 19 أغسطس على ما أتذكر 12 أغسطس على ما أتذكر 1949 وهذه الاتفاقية بها مجموعة من البنود لعل أهمها من أول بند 55 يعني هي كلها تتعلق بحقوق المدنيين بس من البند 55 بتبتدي تتضح لنا الانتهاكات الأسرائيلية لهذه الاتفاقية والتي بسببها تعرضت دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال إلى الإحالة إلى محكمة الجنائية وإلى محكمة العدل طيب هما بيعملوا إيه؟ البنود دي بتقول أنك أنت ينبغي أن توفر الممرات الإنسانية ينبغي أنك أنت لا تمنع الغذاء ينبغي أنك أنت تحافظ على المنشآت الصحية ينبغي أنك أنت تحافظ على حقوق المدنيين في العمل ينبغي أن تضمن البنية الأساسية وتبتعد عن المناطق السكنية لما بتيجي تبص لمجمل الأحداث من 7 أكتوبر لغاية النهاردة أم من 8 أكتوبر لغاية النهاردة خلينا نكون وقعيين تقريبا 90% من البنية التحتية الأساسية الفلسطينية في قطاع غزة تم تدبيرها أنت بتنفذ سياسة واضحة كدولة احتلال وحكومة احتلال تهدف إلى تجويع هذا الشعب والضغط عليه بكل الأدوات الممكنة أنت بتنفذ بسياسة واضحة كل الأليات التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى هذا الشعب أنت تغلق الممرات الإنسانية إلى الداخل مهم جدا أننا نلتفت إلى هذه النقطة الممرات الإنسانية ليس دورها أنها تنفتح إلى الخارج هو بيضغط عشان يحقق ممرات إنسانية إلى الخارج وده بتتصدى ليد دولة مصرية الممرات الإنسانية ينبغي أن تتجه إلى داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة وهذه الممرات ينبغي أن تكون مؤمنة دي كلها انتهاكات بيمارسها الجيش الاحتلال وبتمارسها حكومة الاحتلال اللي بتلخص مواقف اليمين المتطرف من كل ما يحدث على الأرض وبتعكس الرؤية أو السردية سردية دولة الاحتلال فيما يتعلق بأنه هو بيقول أنه هو عايز يخلص على حماسه هو بيقول أنه هو عايز يقضي على أسلحة حماسه هو بيقول أنه هو عايز يستعيد الأسر بس هو ما بيقولش الهدف الحقيقي هو هدف الحقيقي تصفية القطاع هو هدف الحقيقي إبادة الفلسطينيين لما بتتكلم على 35 ما يقرب من 35 ألف شهيد فلسطيني نصفهم تقريبا من الأطفال والنساء ونحط في اعتبارنا أن فوق 90% من البنية الأساسية تم تحتمها أنت ما بتوفرش أي معامل للحياة لهذا الشعب لما بتدمر له المستشفيات لما بتدمر له المدارس لما بتمنع وكالة الأونرو أنها تمارس دورها لما بتتصدى وترفض أي تدخل دولي لما بتدخل في عناد حتى مع الدولة الرعية ليك لدرجة أنك تضطر بايدن والمؤسسات الأمريكية إلى منع السلاح ويمكن كان فيه إشارة في النشرة الإخبارية إلى هذا الأمر في آخر تطور مهم جدا أن بايدن قال أنه سيوقف السلاح وسينظر في أمور عسكرية أخرى تربط البلدين إذا تم تطوير العمليات العسكرية والدخول إلى المناطق السكنية في رفح هل هو هدفهم؟ وده مهم جدا في السردية الغربية وفي رؤية دولة الاحتلال دائما ما يفرضون علينا التساؤل وماذا بعد أو إيه اليوم التالي بعد انتهاء الحرب هم هم بيكلموا على ترتيبات في قطع غزة وده اللي يتنافى مع السردية بتاعتنا السردية الوطنية للإعلام المصري حريص على إبرازها السردية بتاعتهم دي بنسمحها في قنوات إخبارية عربية عبر محللين من دولة الاحتلال وعبر خبراء وسياسيين سابقين في دولة الاحتلال بيطرحوا هذه الرؤية أن هما وماذا بعد اليوم التالي هما بيحاولوا انتهاء الحرب توقفت هما بيحاولوا وده بيلخص اللي بيعملوا نتنياهو على الأرض خبرتنا التاريخية مع هذه الدولة ومع هذه العنصرية الشديدة أنه بيحاول لما بيحس أن الضغوط تزايدت عليه لإنهاء العمليات العسكرية أنه يكسب مساحات على الأرض تضمن لي قوة تفاوض أكتر في المفاوضات شفنا ده في أكتر من حرب خضناها معهم وشفنا إزاي بيحاولوا أنه هما يصوروا لنفسهم أنهما حققوا انتصارات نتنياهو يحاول أن يصور أنه بيحقق انتصارات بالدخول والاستمرار في هذه العمليات العسكرية والسيطرة على أكبر قطاع وأنه لو حصل أي نوع من الاتفاق الاتفاق ده جاي نتيجة الضغوطات اللي هو بيمارسها وده يمكن سردية بيتم ترددها من جانبه ومن نحن بنضغط بس هل هو بيضغط علشان يضغط على حماس هو ما بيضغطش علشان يضغط على حماس هو بيضغط وبيمنع الممرات الإنسانية وبيمنع وصول الغذاء وبيوقف ويسيطر على المعابر هدفه أبعد بكتير جدا من التصدي لحماس هدفه هو الضغط للتهجير القصري للفلسطينيين لا يرعي في ذلك الأمن القومي الاقتراب من ممر صلاح الدين أمن قومي مصري وأتصور أن التصريحات الصادرة من الدولة المصرية في الأيام الأخيرة بتعكس هذا الأمر وبتعكس الالتفاة والجهوزية والاستعداد الكامل للتعامل مع كامل كافة السيناريوهات المطروحة إحنا بيهمنا كدولة مصرية مش اليوم التالي لانتهاء الحرب إيه اللي هيحصل في غزة إحنا بيهمنا القضية الفلسطينية من اليوم الأول السردية المصرية ويمكن ده بيلخص الجهود المصرية الجهود المصرية اللي مشيت بالتوازي على مستوى رسمي وعلى مستوى شعبي وعلى مستوى أهلي أهلي يقصد به المنظمات المجتمع المدني إنت بتركز على القضية الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية تشمل في القلب منها قطاع غزة والقدس والضفة الغربية الرؤية المصرية دي هي الرؤية اللي بتحاول أن تصيغها وتفرضها في مبادرتها والمبادرة المصرية هي المبادرة الأكثر منطقية والأكثر قابلية للتحقق بإجماع كل المراقبين وبالتوافق مع الدول الرعية الولايات المتحدة الأمريكية بيعتبرها الشريك الرئيسي في إدارة الشرق الأوسط شيئنا أم أبعين إنما الشرقاء الإقليميين متوافقين على ده قطر تدعم هذه المبادرة وتقدم كافة التسهيلات في التواصل مع قادة حماس المتواجدين في دولة قطر بهدف التواصل إلى الصيغة النهائية لأن هذا الأمر واستمراره يضر بالمنطقة في عدة أبعاد بس خلينا نقول أن الدولة المصرية وهي بتدور في هذه الاتفاقية بتمشي بمراحل التلات مراحل الاتفاقية أو طرحاهم الهدف النهائي للدولة المصرية في النهاية هو الدخول في مرحلة المفاوضات السياسية المفاوضات السياسية لا تعني من السردية المصرية أو الرؤية المصرية التفاوض حول قطاع غزة وفقط ولكن التفاوض من أجل حل الدولتين التفاوض من أجل الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التفاوض من أجل المقدسات الإسلامية والمسيحية أنت بتتكلم عن حقوق عربية حقوق إسلامية حقوق مسيحية للشعوب العربية أو للشعوب العالم في هذه البقعة الغالية على قلب كل عربي مسلم أو مسيحي فأنت بتتحدث عن رؤية مختلفة في إدارة الصراع رؤيتك باعتبارك وسيط مقبول من كافة الأطراف مصر ليست طرفاً في هذا الصراع من اليوم الأول لاندلاع الأزمة الأخيرة ويمكن خبرتنا في التعامل مع نظام فخمة رئيس عفتاح السيسي منذ أن تولى سدة الحكم حتى هذه اللحظة ومع الأزمات المتعددة في قطاع غزة كانت بتقوم على رؤية واضحة وهي تمكين السلطة الفلسطينية والحفاظ على وحدة الفصائل الفلسطينية وده مصر كانت حريصة أنها تحققوا في استراتيجية مصرية واضحة من 2007 ومصر كانت شايفة أن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية هو السبيل إلى الضغط من أجل الوصول إلى تفاوض مع الطرف الآخر اللي هو دولة الاحتلال وحكومة دولة الاحتلال لما مصر بتشوف ده وتشتغل على ده هي كان عندها رؤية مصدقة ولما اندلعت الأحداث في 7 أكتوبر الجهود المصرية انصبت على محور سياسي محور إنساني محور اجتماعي محور قانوني المحور دي لخصت جهود الدولة المصرية اللي اشتغلت على عدة مستويات المستوى الرسمي التنفيذي فخامة رئيس عفتاح السياسي هو الوزارات المعنية بإدارة هذا الملف وعلى رئيسها ووزارة الخارجية الأجهزة الأمنية المساعدة وعلى رئيسها جهاز المخابرات العامة وكافة أجهزة الأمنة المصرية بتتفاعل جميعا مع جهود شعبية شفنا الشعب المصري لم يتوانى ولكن بوعي شديد ودون التفات لمحاولات تزييف الوعي أو إثارة أو تسوير الشعب المصري الشعب المصري أصبح وعيا بفضل الإعلام المصري لدوره في هذه المرحلة وده أمر مهم جدا ينبغي أن نلتفت ليه لأن هذه الفترة وعفوا لو خرقت عن السياق هذه الفترة فترة ينبغي على الشعب المصري أن يكون أكثر حصافة في التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية لا ينبغي أن نتوجه كثيرا أو نلتفت كثيرا لما يتم ترديده عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي نجهل فيها من يبث لنا الأخبار أو ما هي الأغراض الحقيقية له في التعامل مع قضية حساسة على هذا النحو معلوماتنا ينبغي أن نستقيها من القنوات الإخبارية الرسمية المصرية ومن الأجهزة الرسمية المصرية وزارة الخارجية المصرية والرئاسة المصرية تصدر بيانات في توقيتات محددة واضحة وصريمة تحمل رسائل الدولة المصرية استمعوا لها واتخذوها هي المعيار اللي أنتو بتحكموا بها الأمور كده نقدر نقول أن هذه التفاعلات بتلخص جهود الدولة المصرية اللي وصلنا فيها أن نستضيف الأطراف في جولة الفرصة الأخيرة وجولة الفرصة الأخيرة دي بتنقلنا إلى سيناريوهات ما بعد جولة الفرصة الأخيرة لأن نحن عندنا قدامنا مجموعة من السيناريوهات الحقيقة السيناريو أن نستطيع أن نصل في ختام هذه المباحثات التي تشهدها الأرض المصرية لاتفاق وفقاً للمبادئ التلاتة اللي شمالتها المبادرة المصرية اللي بتشهد معارضة شديدة من الطرف الإسرائيلي وتراجع عنه وبتشهد تمسك شديد من حماس بنود أخرى وده اللي عامل المشكلة والمشكلة عندك أن الطرفين المرجعية بتاعتهم غير واضحة مش اللي موجودين على طاولة المفاوضات اللي بياخدوا الكرارات فبيحتاجوا يرجعوا وهنا الأزمة بيستهلك وقت طبعاً وأزمة كبيرة أن القاعد على طاولة المفاوضات لما بيرجع لحكومة الاحتلال ونتنياهو اليمين المتطرف اللي بيقود ويضغط على نتنياهو للاستمرار في هذا الإطار بيجبر المفاوض على التمسك الشديد بتفاصيل يرفضها الطرف الآخر أنت في مرحلة عناد وهنا أهمية دور المفاوضة المصري كوسيط يستطيع الضغط على هذه الأطراف للوصول إلى اتفاق في النهاية صحيح طيب هنتكلم كمان مع حضرتك عن تفاصيل أكتر عن هذه الورقة المصرية المطروحة بمراحلها المختلفة وبعض النقاط الخلافية لكن أستاذ أحضرتك نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية أهلاً بحضرتكم مرة تانية لسه طبعاً كلامنا مستمرة عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والدور المصري المتقصل والمتجذر نكمل كلامنا مع الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية أهلاً بك مجدداً يا أستاذ أحمد أستاذ محمد مرور ولما نتكلم عن العلاقات المصرية الفلسطينية أحضرتك أستاذ طبعاً في السياسة الدولية بتبنى دائماً العلاقات ما بين الدول على حسب المصالح المشتركة وفق النظرية طبعاً واقعية لكن أعتقد أن العلاقات المصرية الفلسطينية هي مختلفة كثيراً عن العلاقات بين الدول طبعاً أنت بتتكلم عن قضية مصرية هي قضية أمن قومي عربي في المقام الأول وقضية أمن قومي مصري في المقام الثاني وترابط وتلاحم في الكفاح دفعت من خلاله الدولة المصرية سمنا كبيرا جدا بهدف نصرة القضية الفلسطينية وبهدف استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مصر خاضت الحرب وخاضت السلم وخلينا نفتكر أن احنا بالحرب وبالسلم رجعنا حقوقنا وخلينا نفتكر الكلمة المشهورة للشهيد البطل الراحل محمد أنور السادات عندما حدثهم في قلب الكنيسة وقال لهم وقت افتكروا بمخططاتكم وبعنصريتكم وزيفكم اللي في دماغكم هتقدروا تحققوا الأهداف اللي أنتو بتهدفوا ليها هتوش هتقدروا تحققوا أي حاجة إلا بتحقيق السلام مع الدولة المصرية ومع الدول العربية الترابط بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني الترابط بين الكفاح الشعبي المصري والكفاح الشعبي الفلسطيني خلي بالك قبل أن تتعمل منظمة التحرير الفلسطينية كان الشعب المصري متطوع ويكافح مع أخيه الشعب الفلسطيني لتحرير الأراضي الفلسطينية وخاضوا معا الكثير من العمليات في الأراضي الفلسطينية التلاحم وهذا التوافق مهم جدا لكن ينبغي أن ننقى به عن الرؤى المتطرفة وينبغي أن نتفهم أن كل الدعم اللي بتقدمه الدولة المصرية قائم على فهم كبير للداخل الفلسطيني ورؤية للقيادة السياسية في التعامل مع كافة الفصائل الفلسطينية وتفهم كامل للشرخات التي حصلت في هيكل النظام الفلسطين ولازم نتفهم أن الدولة المصرية حريصة على الارتباط بعلاقات مباشرة مع كافة الفصائل الفلسطينية حتى في أكثر الأوقات اللي كانت الدولة المصرية فيها تبدو ضعيفة أو غير قادرة على التفاعل مع قضاياها لكن الأجهزة الأمنية المصرية على أجهزة مخابرات العامة في هذا التوقيت كان لهم دور في التواصل في الفكرة مع الفترة من 2011 إلى 2013 تواصل قوي مع كافة الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية تبني المطالب الفلسطينية العادلة لم يغب عن القيادات التنفيذية المصرية على مرة العصور في الجمهورية المصرية بعد ثورة 52 سواء الرئيس الراحل خالد الزكر جمال عبد الناصر أو الشهيد البطل محمد أنور السادات أو رئيس الراحل مبارك وحتى النهاردة لم يتم إحياء القضايا الفلسطينية مرة أخرى إلا مع تولي فخامة الرئيس عفتاح السيسي ومبادرته اللي طرحت وافتكر أننا سمعناها الأول مرة تحريك القضايا الفلسطينية في 2015 في لقاءه مع شباب الصحفين والإعلاميين عندما تحدث عن القضايا الفلسطينية وطالب بإحياء المبادرة العربية وطالب بإحياء التفاعل العربي واستجابت فرنسا كأول دولة استجابت لهذا النداء التدخلات المصرية كانت واضحة تماما في الأزمة الأخيرة يعني قبل الحرب دي وشفنا إزاي الدور الكبير اللي يعبوا جهاز المخابرات العامة المصرية وسيادة اللواء عباس كامل رئيس الجهاز وفريقها العمل مع سيادته أنت إزاي قدرت تصل إلى اتفاق للهدنة وتبدأ في إعمار غزة في 21 وبتديت تشتغل على الأرض لكن هذا التناحر والتنافر وتضاد السرديات وتضاد الرؤى والتوظيف على غير الأهداف الوطنية الفلسطينية هو اللي وصلنا المرحلة بين الأطراف المعارضة بين الرؤية الإسرائيلية وبين بعض الفصائل الفلسطينية هو اللي وصلنا لمرحلة الأزمة الأخيرة والدولة المصرية من اللحظة دي مازالت تتبنى في قمة القاهرة للسلام اللي ده عليها فخمة رئيس عفتاح سيسي أو الجهود اللي بتبذلها المؤسسة الرئاسية أو وزارة الخارجية المصرية أو الأجهزة الأمنية المصرية بتتبنى المطالب الفلسطينية المشروعة خلينا وعين جدا أن محاولات بس الوقيع مع القيادة السياسية قائمة وبقوة في هذه اللحظات وينبغي أن نلتفت لها كذلك ينبغي أن نكون واثقين جدا في مخططات الدولة المصرية وأن هذه الدولة لديها سيناريوهات مستقبلية ولديها استعدادات مسبقة بخطط للتعامل مع مستجدات ليس بالضرورة أن تفسح عن كافة ما يتم تنفيذه على الأرض ولكنها تعي كثيرا أن كل الخطوات التي تأخذها هي خطوات لحماية الداخل المصري ولتوجيه رسائل إلى الآخر بأننا مستعدين إلى آخر لحظة لكافة السيناريوهات ترجمة نانسي قنقر